الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 مستشعر موضع الخانق المفتاح أيه دخل منخفض للدائرة ماذا يعني P0122 رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام وينطبق على العديد من مركبات OBD2 أحدث 1996 قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من هندا على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح الدقيقة وفقا للسنة والطراز وتكوين مجموعة نقل الحركة يعني رمز P0122 أن كمبيوتر السيارة اكتشف NTPS مستشعر موضع الخانق أيه يبلغ عن جهد منخفض للغاية في بعض المركبات يكون الحد الأدنى 0.17 إلى 0.20 فولت V بعبارات بسيطة يتم استخدام مستشعر موضع الخانق لتحديد موضع الخانق هل قمت بتعديله عند تثبيته؟ إذا كانت قيمة الإشارة أقل من 17 فولت فسيقوم PCM بتعيين هذا الرمز يمكن أن يكون مفتوحا أو قصيرا على الأرض في دائرة الإشارة أو ربما فقدت الجهد المرجعي 5 فولت لمزيد من المعلومات حول TPS راجع ما هو مستشعر موضع الخانق مثال على مستشعر موضع الخانق TPS قد تشمل الأعراض ما يلي خمول منخفض أو خمول مرتفع للغاية توقف خمول مرتفع جيدا لا تسارع طفيف قد توجد أعراض أخرى أيضا الأسباب قد يشير الرمز P0122 إلى حدوث واحد أو أكثر من الإجراءات التالية لم يتم تركيب TPS بشكل آمن على دائرة TPS قصيرة إلى الأرض أو سلك آخر معيب TPS التالف الكمبيوتر المتضرر PCM الحلول الممكنة ترجع إلى دليل إصلاح خاص بالسيارة لتحديد موقع السيارة دارة TPS بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الموصابها هي تحقق بعناية من مستشعر موضع الخانق TPS وموصل الأسلاك والأسلاك للكسر الإصلاح أو الاستبدال حسب الضرورة تحقق من الجهد في TPS راجع دليل الخدمة لسيارتك لمعرفة معلومات إذا كان الجهد نخفضا جيدا فهذا يدل على وجود مشكلة استبدلها إذا لزم الأمر إذا تم استبدال TPS أخرى فقد تحتاج إلى تعديل في بعض المركبات تستدعي تعليمات التثبيت محاذاة أو تعديل TPS بشكل صحيح راجع دليل الإصلاح للحصول على التفاصيل إذا لم تكن هناك أعراض على الإطلاق فقد تكون المشكلة متقطعة وقد يؤدي مسح الرمز إلى حل المشكلة أقطا إذا كان هذا هو الحال فيجب عليك بالتأكيد التحقق من الأسلاك للتأكد من أنها لا تحق أي شيء أو التأريد وما إلى ذلك قد يعود الرمز مرة أخرى نصيحة قدم زائر لموقعنا هذا التلميح يمكن أن يحدث رمز P0122 أيضا عندما لا يكون TPS تدويرا أثناء تثبيته يجب أن تلمس علامة التبويب الموجودة داخل المستشعر المسامير الدوارة في جسم الخانق في محرك 3.8 لتر جي أم يعني ذلك إدخاله مع الموصل عند الساعة 12 قبل تدويره إلى الساعة 9 لوضع التثبيت النهائي مستشعرات TPS الأخرى ودوائر DTCS ذات الصلة بالدائرة P0120-P0121-P0123-P0124 ترجمة نانسي قنقر